نتناول في هذه الليلة أيها الأحبة أولاً بعض الجنبات التفسيرية للآية التي تلوناها في قسم منها وغداً نتناول القسم المتبقي من الآية الشريفة إذن الليلة نتناول قسم ثم نعقب في القسم الثاني من مجلسنا حول تناول بعض المشكلات الزوجية ونذكر تدخل الآهل مثالاً ما يرتبط بالآية الشريفة المولى عز وجل لما يعبر عن العلاقة الزوجية عبر فيها فقال ومن آياته أي جعل الرباط الزوجي رباط الآية أي العلامة أي أن لهذا الرباط قدسية عند الله سبحانه وتعالى ومعنى إعطاء القدسية لهذا الرباط أيها الأحبة أيها الأزواج والزوجات أن هذا الرباط لابد أن لا نتنازل عنه سريعاً بل لابد لنا أن نحافظ على هذا الرباط ما أمكننا ذلك بمعنى أننا مهما ابتعدنا عن بعضنا بعضاً صل على محمد وآل محمد مهما ابتعدنا كأزواج عن بعضنا بعضاً صل على محمد وآل محمد لأن الزواج له قداسة عند الله سبحانه وتعالى ليس كأي علاقة أنت لما تكون عندك علاقة شراكة في تجارة معين بيع وشراء تستطيع مثلاً تتقايل مع الآخر بالتراضي ونحو ذلك لكن في الزواج الشرع المقدس قد جعل التقايل جعل الطلاق الطلاق هذا الذي هو أداة للفسخ أو لإزالة العلق بين الزوجين جعله آخر ما يلجأ له الزوجان في حل المشكلات بمعنى إذا انسد باب الإصلاح بين الأزواج بحيث كان الطلاق علاجاً ولم يكن الطلاق مفاقماً في المشكلة بل الطلاق شكل علاج عند ذلك يلجأ له وإلا فإن الوضع الطبيعي هو تأخير موضوع الطلاق دوماً ولذلك نسجل عتاباً على الأزواج وخصوصاً الرجال عتاباً يلامس التهديد الدائم عند البعض بأنه سيطلق روحي بطلقش أنا أصلاً المفروض طلقتش من زمان أنا كذا أنا المفروض كذا أطلقش التكرار لهذه اللفظة حتى لو ما كنت جاد الزوج بالعادة يلجأ له الكلام لو إيش لأنه يشوف من يهدد بالطلاق الطرف الثاني شنه؟ يهدأ الطرف الثاني قدم تنازلات يعني حالة من الاستغلال السيء لهذه السلطة التي أعطاك الله إياها اعلم بأن هذه السلطة الله أعطاك إياها على أساس أنك في الأعم الأغلب أنت كرجل تمتلك عقلاً وحكمتين وتمتلك ضبطاً لعواطفك فلا تلجأ إلى الطلاق هذا بحسب شنه؟ بحسب العادة وبحسب الأعم الأغلب ولذلك عليك أن لا تعبر بهذه الكلمة إطلاقاً تحذفها من قاموس تعاملك مع الزوجة تحذفها عيب عليك كل شوية بطل لك كل شوية روحي بيت أهليش كل شوية والله أنا ما بيش كل شوية أنا كذا دائماً تعبر عن الطلاق وتعبر عن بغضك وتعبر عن قدرتك على الانفصال وتعبر عن غناك عن الطرف الآخر لا الإسلام قد حلل الطلاق إلا أنه بغضه في ذات الوقت وجعله حلاً لبعض الحالات وإلا الحل الذي يلجأ له الأزواج هو الإصلاح بين بعضهم بعضاً وذلك للحفاظ على قدسية العلاقة فإن العلاقة الزوجية مقدسة بنظر الشرع المقدس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً هذا الجانب المرتبط بالآية الشريفة الجانب الثاني المرتبط بالمشكلات الزوجية زين يا شيخ إحنا صح يعني الزواج آية وكذا لكن عندنا مشكلات مشكلات زوجية كيف نعالج هذه المشكلات المعالجة سنتحدث عنها غداً اليوم سنذكر جملة من المشكلات وبما يسع نذكر بعض المعالجات المشكلات الزوجية عديدة وكثيرة ولكن أهم هذه المشكلات أول مشكلة هي مشكلة الجفاف العاطفي بين الأزواج يعني تجد هناك جفاف عاطفي على مستوى الكلام والحديث بحيث لا يعبر الزوج عن مشاعره للزوجة وكذلك الزوجة لا تعبر عن مشاعره بمعنى حصل نوع من البرود البرود وعدم الاشتياق إلى الآخر وهذا البرود اللفظي يتبعه أيها الأحبة برود قلبي ويتبع ذلك ابتعاد جسدي ابتعاد الجسدي ما نقصد بالابتعاد الجنسي ابتعاد الجسدي العاطفي يعني الزوجة مو دوما عند الاقتراب تريد هذا الأمر تريد الجانب الجنسي تريد من اقترابك إليها جانبا عاطفيا جانب يرتبط بتعزيز العاطفة ومكانتها عندك هنا جفاف عاطفي جفاف في القسم العاطفي بحيث هناك بخل عند بعض الأزواج في التعبير عن حبه عن حنانه في التعبير اللفظ عن مشاعره في التعبير العمل عن مشاعره في التعبير الجسدي عن عاطفته وعن محبته للزوجة ويستتبع هذا الأمر كمشكل يستتبع ذلك جفافا في الفراش يعني تقصيرا في هذا الجانب وهذا الجانب أيها الأحبة هو مفتاح كل المشاكل كما وأنه مفتاح لكل الحلول بمعنى أن جانب الفراش الشرع المقدس تحدث فيه بشكل صريح جعل واجبات جعل حقوقي لكل طرف جعل مسؤوليات يجب على كل طرف أن يراعيها فإذا صار إهمال في هذا الجانب لا تعتقد الجوانب الأخرى ما راح تدعى بل ستجد الجوانب الأخرى كلها تتدعى بعضها بعضها المشكلة أيها الأحبة في هذا الجانب جانب الفراش أن وسائل حله الآن متاحة يعني مو صعبة لكن نشوف الشباب يحجمون عن علاج هذا الجانب يحجمون عن علاج ضعف الرغبة مثلا أو بعض الأمراض الأخرى مع أن هذه الأمور صارت سهلة طبيا يعني بس تحتاج إلى تثقيف طبي في هالجانب لتدفع بالأداء الجيد في هذا الموضوع والحديث مو بس عن النساء والتقصير في هذا الجانب الحديث التقصير عن الرجال في بعض الأحيان في هذا الجانب لذلك يحصل نوع من الهجران القرآن تحدث من أشار إلى النشوز في الزوج الزوجة أشار إلى النشوز في الزوجة وإن امرأة خافت من بعلها نشوز أو إعراض نلاحظ أيها الأحبة أن هذا الجانب أنت كشاب أنت كشاب لابد أن تقدمي هذه الحاجة هذه الحاجة كحاجة الأكل والطعام والشراب واللباس عند الطرف الآخر لابد أن تحرصي على تقديمها مو تقولي والله كبوت والله كذا والله أولاد والله جهال والله عمل والله وظيفة والله كذا لا الزوج دوما يريد أن يكون في قاموسك الأول مو في قاموسش الأخير مو بعد الأولاد ولا بعد الوظيفة ولا بعد مثلا الطلعات ولا بعد كذا بل لابد أن تجعل رغبات الزوج هي الأولى والمرأة لما نقرأ في الروايات حسن التبع علم من أكبر الأعمال جهاد عند المرأة هذا حسن التبع وش معنى حسن التبع علم يعني حسن التبع علم مو بس يتأدي الوظائف تأدي بس وظيفته وخلاص نقول لا حسن التبع علم اعتناء بالكيف اعتناء بالذوق اعتناء بهذه الأمور التجديدية التي تعطي حيوية لهذا الموضوع فهنا المشكلة الأخرى من المشاكل الزوجية التي تفاقم من المشاكل الأخرى مشكلة الفراش ونفس ما قلنا يا شباب يا أزواج يا زوجات ترى الحلول موجودة وسهلة من تسأل طبيب من تطلع على مواقع طبية تشوف المواضيع كلش سهلة حبوب كذا مدري شنهو وما يحتاج يعني تبقى في حالة من التوتر مع زوجاتك على هذا الموضوع من دون يعني استشارة طبية في هذا الموضوع إلى متى بنبقى نستحي ونعاني نبقى والله مثلا في الخجل ونتألم ويتألم من حولنا المشكلة الأخرى الثالثة أيها الأحباء مشكلة ترتبط بتدخل الأهل وهنا القرآن عبر فابعثوا بحكم من أهلها وحكم من أهله أو بالعكس الآن الآية الشريفة التي نقلناها بالمعنى تشير إلى أن هناك مساحة لتدخل الأهل صح لو لا تقر أن هناك إمكانية للجوء إلى من؟ إلى الحكم اللجوء إلى الحكم الآن إذن الشرع المقدس أقر مسألة التدخل نقول لا انتظر شوي الآية الشريفة لم تقر أي تدخل وإنما عبرت بالحكم والحكم هو من يملك الفطن والوعي العقل على حل المشكلات يعني اللي يمتلك اللي يمتلك حكمة بحيث يقدم علاج يضيف معالجة للمشكلة ولا يفاقم بينها ولذلك أيها الأحبة نفهم بأن العلاقة الزوجية والمشاكل الزوجية يا أزواج يا زوجات يجب أن تكون طي الكتمان والسؤال يعني كل مشكلة أخليها مكتومة بينه وبين زوجي نقول لا بعد غلط لازم تصير عندك وعندش حكمة في أي المشاكل التي تصل إلى الأهل وأي المشاكل التي لا ينبغي أن تصل إلى الأهل هي قسمين شلو نعرفها القسمين مشاكل إذا أمكن علاجها بينك وبينها بينك وبينه فعند ذلك يجب أن تبقى طي الكتمان ونلاحظ كثير من العلاقات الزوجية عانت في بدايتها من المشاكل لكن بعد ذلك استقامت ونجحت وكانت زواجا ناجحا فإذا كانت المشكلة من تزوج من تزوجين يشوفين المشكلة في بداياتها ممكن حلها حلها شلون بالمصارحة بالمكاشفة إلى شريك الحياة ببيان بعض الأمور والتفاصيل بيّنتها استقامت الحياة صارت الأمور جيدة خلاص ما لداعي إلى إلى توسيع الموضوع متى ألجأ إلى الأهل تلجأ إلى الأهل في حالة النشوز والإعراض يعني شنو النشوز يعني تكرر للمشكلة يعني المشكلة ما قاعدة شنو ما قاعدة تنحم حاولت الزوجة تحل الموضوعية الزوج ما في فايدة أو المشكلة من الزوجة حاول الزوج يقدم نصوح إلى زوجته عندش تقصير في هذا الجانب ما وجد أي نتيجة من قبل الزوجة حصل تكرر إذا صار تكرر وصار لقد وضعت حرب هاشي من أوزارها وقالت قيام القائم الطهري موعدي تقدموا إلى الأمام وصلوا على محمد وآل محمد هنا نقول بأن الإنسان لا يصبر نفسه على الأذى والحل أمامه يعني شنو يعني بعض الأزواج بحسب خبرتنا في العلاقات الزوجية يصبر على الأذى والعلاج متيسر العلاج ممكن شنون ممكن الزوجة تصبر على أذى زوجها بعض الأزواج إحنا فكرنا منصرنا متعلمين الناس بيتركون الضرب بيتركون العنف اللفظي أو الجسدي لكن الناس متعلم وما زالت هناك حالات من العنف الجسدي واللفظي تجاه الزوجات زين هذا أذى أذى تصبر عليه المرأة أم لا لو رفع يده في يوم من الأيام في حالة من الحمق ويمكن يكون أنتين اللي مثلا استفزيتين بالألفاظ أو بالكلام أو بنحو ذلك ما تحمل لأن بعض الزوجات تلقي كلام مثلا صعب على الزوج أن يتحمله كلمات تحس إنها سهلة لكن هي صعبة على قلبه المهم ما يصير تقدير إلى مشاعر الآخر يرفع يدي يضرب الضرب غير مبرر نهائيا مهما كان الطرف الآخر مستفزا فإن الضرب يجب أن يكون أمرا مستبعدا في العلاقة الزوجية لكن نقول لو صار لو صار مو معنى ذلك انقطاع العلاقة تماما خلاص أروح بيت أهلي وأطالب بالطلاك أطالب بالطلاك نقول لحظة هل هذا سلوك دائمي عند الزوج دائما من يتنرفز يرفعين ويضرب دائما يضرب لا 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 أهاني لا والله مثلا أنا حسيت أني مجروحة نقول لها في العلاقة الزوجية لا تدار لا تدار المسألة بهذا الموضوع وإنما تدار بالرحمة والتراحم كما سنذكر ذلك غدا إن شاء الله تفصيلا يعني إذا كانت حالة مفردة ويمكن علاجها تعالجونها ما بين بعضكم وخلاص يستمرون في الحياة إذا كانت حالة متكررة دوما يرفع حتى لو كانت حالة متكررة أولا إلجأوا إلى الصلح إلجأوا إلى التصالح فإن الناس تتغير يا أخوات والناس تتغير يا أخوة وبالتالي يمكن لهذه الزوجة أن تتغير نحو الأفضل يمكن للزوج أن يتغير نحو الأفضل يمكن ما عند عيب إلا هذا وهل تعتقد أو تعتقدين بأنش إذا انفصلتين من هذا الزوج بتحصلين واحد أحسين أو أنت بتحصل واحد أحسن منها يمكن تنفصلين من هذا الزوج وترتبطين بزوج ثاني تقول يا ليت ما انفصلت من الأول الأول أحسن وفي حالات شديدة يومك هذا واحد مطلق وحده مثلا يعضي دعسف يقول أنا كنت شاب طايش كلي شوية وضربتها وإلا المرأة ما في أحسن منها لكن وش يسوي نزين يعني أخطاء تكونوا في بداية الحياة يحتاج الطرف الآخر أن يداريها ليعالجها لذلك الشرع المقدس من طلق وانتقل من النشوذ مباشرة أيها الأحبة إلى ماذا إلى الطلاق لا 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 وإنما أولا فرض ماذا فرض الصلح فرض أولا الصلح ومن وما معنى الصلح معنى الصلح يعني تنقل المسألة والمشكلة إلى جهة أخرى إلى مطبخ آخر يحاول يحلها يرتبها ويعدلها وهذا المكان الثاني اللي يحلها الشرع عبر عنه بالحكم يعني شنه الحكم يا جماعة الخير الحكم يعني الإنسان اللي يقدم الحل كما ذكرنا بعض الأحيان مع الأسف ننقل المشكلة إلى منه اجي لابنية بيت أهلها تصيح وتبشي قدام منه قدام أخوها الشباب شباب ومفتول العضلات وش عندش يا أختي والله اليوم ضربني فلان ضربش فلان يطلع هذا الولد هالأخو ونروح يروح إلى زوج الأخت وطيح فيه ضرب نزين وتتفاقم المشكلة نقل المشكلة إلا مثل هذا لا مو صحيح نقلها إلى الأب إذا كان الأب مثلا ما يعرف في عالج الموضوع بعد غير صحيح مرة من المرات نذكر هذه المشكلة كمثال يذكرها البعض يقول المرأة جت وتبكي وتصيح ها وجسدها مخضر ومحمر وكذا وإلى آخر من شدة الضرب نقلت الموضوع إلى الأب الأب قال لا هذا الموضوع ما ينسكت عليه راحت المستشفى حولوها على العنف الأسري نزين تبين أنها مضروبة أخذت تقرير بالموضوع نزين طور الموضوع إلى شنو إلى خلاص بيصير انفصال إلى هاي الدرجة وش صار بعدين يا جماعة الخير اللي صار قاله خلنا نروح للشيخ نشوف بعد أولاد عندكم وشدي وكذا وإن شاء الله يحلها وكذا جل وش اسمه الزوج قال أنا ما ضربتها شيخ صدقني ما ضربتها ما مديت إيدي أنا كل ما هناك دزيت الباب من دزيت الباب هي صاحة طلعت من البيت ما أدري هل هو من دزة الباب هل هو من كذا هل هو ما أدري بالموضوع شنو بالضبط المهم الشيخ جاب الزوجة حاول يقررها إن زين شنون ضربش يعني ضربش بإيده قال إي ضربني بإيده إن زين من ضربش بإيده يعني ضربش بأي طريقة شرحلية أنت تروح في التفاصيل لو إيش كمصلح لأن التجربة علمتنا بأن هناك في بعض الحالات يصير كذب 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 شنون يصير كذب تبين إن هاي الزوجة في الجلسة الأولى قال الضرب النبيدي جابوها الجلسة الثانية عقب اسبوعين واجد رح تبعيد شيخنا عقب اسبوعين متعمدين روح عقب اسبوعين تنسى لشتب الأولى عند اللونة جات عقب اسبوعين جلست شلون ضرب شو إيه أخذ عصة وضربني أخذ عصة وضربش إيه أخذ عصة وضربني إن زين ديك المر أنتين قال شنو ضربش بيده هاي شلون إيه بلى هاي هني وقعت هاي طاحت قالت لا لا هوا ضربني ولا هم يحزنون بس أنا بالأهل يتعاطفون وياي وكذا وأن بشنو موقف جاد في هذا الموضوع لذلك قلت ضربني يعني هو ما ضربش ما ضربش الأب هدأ حينئذ لذلك أيها الأحبة نقلوا المشاكل إلى الأهل مطلقا غير صحيح وإنما يختاروا من الأهل الحكيم يمكن يكون الحكيم الأب يمكن يكون الحكيم الأخ الفاهم يمكن يكون عندك أخت فاهمة يمكن يكون عندك مثلا طرف حكيم هو اللي الدخل في المشكلة على الأساس يقدم معالج لها ولذلك نحتاج أيها الأحبة إلى ثقافة حول الزواج عند الشباب والشابات لأن الآن صارت عندنا حالات متكثرة للطلاق وهذه الحالات لأسباب في غاية التفاهة تافهة جدا أسباب لا تدعو إلى الطلاق والانفصاد لذلك نحتاج إلى تثقيف